الأولوية الآن لماذا أركز رئيس الجمهورية على حركة الماك؟ لأن حركة الماك تنشط داخلين ولها جسم ولها أذرع متعددة أذرع مالية أذرع سياسية عندها ناشطين خلايا نائمة خلايا متحركة عندها جمعية حقوقية عندها جمعية تنشط في الميدان عندها جمعية خيرية عندها منابع ومصادر متعددة التي تجعلها المنظمة الأخطر في الواقع في الجزائر بعدما تم تشخيص وعرفنا المرض وعرفنا الداء وعرفنا المتسبب وعرفنا الذي يخرب أصبح يجب الآن تنبعولوا المصادر تيها نعطيلك لأول مرة تنشر هذا الأمر مع الحفاظ على سريع التحقيق نقول لك فقط أنه العائدات تحركة الماك قسمين قسم داخلي وقسم خارجي نبدو بالقسم الخارجي القسم الخارجي يعتمد أساسا 90% على نظام المخزن من عائدة تجارة الأسلحة وتجارة المخضرات لأن نظام المخزن يعتمد على المخضرات والأسلحة في بؤر التوتر تحديدا أين ينقل يهرب عن طريق موريطانيا وهرب إلى ليبيا وكذلك باقي الدول إذن ينشط في تجارة الأسلحة وتجارة المخضرات داخليا سيكون الأمر غريب سأقول لك لأول مرة يعني يعتمدون أساسا على شبكات دعارة والملاهي الليلية التي تنشط خارج رقابة الدولة والتي ليس لها اعتماد لدرجة أنه على طول الشارط السحلي بالخصوص المناطق اللي يتوجدوا به كثافة يتحثوا على تيزيوزو وبجايا وآقبو وبعض من المناطق جيجل ووهرن وعنابة يعني عندهم مصادر هذه المصادر للأموال حتى في مناطق تغيب الدولة يعني ما كانش تحكم كبيرة في الدولة عن طريق سياسة خاطئة لنظام السابق أو نظام العصابة تمكنوا أنهم يديروا حتى الجيباية على بعض الأشخاص ولو يديروا لما تدير نشاط تدفع جيباية لهم باش يحميوك وباش تمارس هذا النشاط وتجروا في المخضرات داخليا وقدروا أنهم يديروا عائدات كبيرة حتى أنهم أصبحوا يبتزوا رجال أعمال رجال أعمال كبار يبتزوهم أصبحوا حتى يعرضون خدماتهم يعني لما رجل أعمال يدخل المؤسسة العقبية يعرضوا خدماته حتى في الحارك لأنهم اختارقوا الحارك يقوموا بنوع من المسرحية ويتلقوا أموال طائلة يعني راح نقول لك باللي الحركة هذه الإرهابية الإنفيصالية تعتمد على الإجرام أساسا وهي منظمة إجرامية وعادتها يعني حتى العوائد والأموال توها يعني ما الحرام كما نقوله نزيد لك حتى حتى الزعيم تاع الحركة الإنفيصالية هذا اللي هو الإرهابي الكبير اللي هو فرحة ماني يملك ملها ليلي وبيت دعرة في فرنسا يعني أكرمكم الله ولكن يجب أن نقوله ويملك ملها ليلي وبيت دعرة في المروق يعني في المغرب في أحد أهم المناطق الغريبة إذن نقول لك فقط أنه نزيد لك حتى الأغرب يعني ربما الناس ما تصدقش حتى قوارب الموت الحديثة تقتنيها جماعة الماك يعني تجني أموال طائلة يعني وتنشط في الغرب أساسا وأصبحت يعني تحرج الجزائر أولا مع حلفاءها الاستراتيجيين كإسبانيا أصبح المدد يعني نوصله حتى الـ 800-900 يعني في الساعتين في التسوية في النهار يعني نوصل الـ 800 يعني بدليل أنه حتى كين معلومة تقول أنه هدوا أنه في يومين يقدروا حتى يدخلوا عشر آلاف شخص يعني قوارب يعني اللي كانت الناس تنظيفها في عشر ساعات تموت ثثة أيام أربع أيام أصبح الأمر يقتضي مجرد ساعتين إذن هذه